النهاردة التوانسة اتعاملوا مع الماتش زي اليوتيوبرز بالزبط لو عاوزنا نكمل الحلقة دوس لايك عاوزنا نكمل ايصارة اكتر اعمل سبسكرايب من قبل ما نبتدي الفيديو هو كده بالزبط اللي حصل وعشان الجمهور سمعوا الكلام وعاجبوا الفيديو وعاوز يشوف الاسارة اللي في الفيديو عمل لايك بجون حمزة المسلوسي وعمل سبسكرايب بجون وهب الخزري حرفيا كده ده اللي عملوا المنتخب التونسي وعشان امشي على نهج المنتخب التونسي اعمل لي لايك دلوقتي وعمل لي سبسكرايب في القناة ويلا نكمل كلام عن رباعية المنتخب التونسي في مرمى المنتخب الموريتاني اكبر مباراة بيسجل فيها المنتخب التونسي اهداف في كأس الام افريقية في تاريخه وكمان اكتر فرقة بتسجل في مباريات البطولة الحالية بدون ان يهتز شبكها المنتخب التونسي بتقلق ويفوز برباعية على المنتخب الموريتاني ويا مراحب يلا بينا نقرأ مع بعض تشكيلة المنتخب التونسي في البداية قبل ما نخش نتكلم عن اللي حصل فنان في اللقاء بشير بن سعيد في حراس المرمى على اليمين داني قلوش اساسف حمزة المثلوسي في قلب الدفاع بلال العيفة ومنتصر الطالبي على الشمال علي معلول سلاسي في قلب الوسط الياسس خيري المستمر من المباراة اللي فاتت وعلى شماله ويمينه ضيوف جداد على يمينه انيس بن سليمان وعلى شماله غلال شعلال اللي انا اتكلمت عنه المباراة اللي فاتت وقلت انه لا بديل عنه وجوده حتى لو لم يكن هناك اصابات بكورونا ربنا يعافي الجميع غلال شعلالي واحد من المميزين والعظماء في هذا الموسم في الترجي وفي بطولة البطولة العربية نكمل بقية التشكيل سيف الدين الجزيري اللي برضو طالبنا بانه لازم يكون فيه مهاجم صريح في المنتخب التونسي على شماله وهب الخزري وعلى يمينه سيف الدين خون تعالوا نتكلم عن اللعيبة اللي غابت عن التشكيل اللي كانوا موجودين في المرة اللي فاتت تعالوا نعد مع بعض دي لان برومبش موجود عيسى العيدوني مابتداش نعيم السليت كورونا وربنا عافيه وحنى بعل المشبري اللي مابتداش به النهاردة منذر الكبير اولا كده المنتخب التونسي ابتدى بداية عظيمة لو كتبنها بالقلم التونسة ونفسهم ابتدوا اللقاء بطريقة معينة ما كانوش هيبتدوا بأحلى من كده هدف في الديقة تلاتة وتسعتاشر ثانية لحمزة المسلوسي اللي من شوية اغلت في اسمه وقلت عليه داني ألفش انا اسف ما قلتهاش وانا وانا قاصد وانا كنت اقصد اقول انه في لبلام مش داني ألفش بس ما علينا يعني تقمى الشخصية العظماء وطلع لغاية الحتة المؤسرة وسجل هدف وكأنه بيقول انا هنا سكوته ومحدش يتكلم بياخد مكان كشريدة وبياخد مكان دراجر المباراة الاولين حيعملها وحش قوي فكان لازم يتم انتقاده النهاردة عمل مباراة عظيمة وكمان بيسجل فلازم يتقال له برافو شابو واحسنت ليه لا يعني الكرة مش خنقة احنا عايزين المصلحة عايزين اللي يعمل احسن واللي يقدي افضل ما بالك انه يبقى باكي مين مدافع ويروح يسجل هدف في بديئة تلاتة يفتح بيها اللقاء ثم وهب الخزري اللي نال قسطا لا يعني مش عايزين نتكلم عليه كتير المباراة اللي فاتت ادقه كان مخيب شوية المباراة اللي فاتت ومضيع ضربة جزاء مؤسرة قدام المنتخب المالي لو كانت دخلت كانت غيرت شكل المجموعة شوية لكن رب ضرت النفعة النهاردة وهب الخزري بيسجل هدف في الديئة العشرة من اسست انيس بن سليمان الرجل استلم في وسط التمنتاشر بدون حد يقرب له من مدافعين المنتخب الموريتاني وحط الكرة في الشباك بمنتهى السهولة من لاحظة الهدف لغاية الديئة خمسة وستين وكانت المباراة تجارية بحتة المنتخب التونس تحس انه ريح شوية اللعيبة حست ان الدنيا فكة فممكن ناخد راحتنا وناخد نفسنا شوية لكن في الاوقات دي كان المنتخب الموريتاني بيوصل على مرمى بن سعيد وبيوصل لغاية المرمى وكان قادر انه يهدف ويسجل لكنه لم يوفق واحدة من دول لو دخلت هتعمل قلبان كتير نضيف على كده كمان انك لو بتلاعب فرقة اكبر فنيا او اعلى فنيا مع كامل الاحترام للمنتخب الموريتاني هتعاني وهيتم تسجيل هدف فيك فلازم مراعاة الامر ده قدام المنتخب الجنبي في المباراة اللي جاية لانها مباراة مهمة جدا قدام فريق مكتهد جدا وقوي جدا ولا يستهان به طب ليه بقول من بعد الهدف لغاية الديئة 65 كانت المباراة تجارية لان لحظة الديئة 65 كان فيه علامة بارزة ومميزة وهنشوفها بعد المبارايات ما تخلص وبعد البطولة ما تخلص هيتم عرض افضل 10 اهدف في البطولة وانا متأكد مليون في المية ان الهدف ده هيتم وضعه في افضل 10 اهدف في البطولة عليه معلول كرة تتلعب لوهب الخزري ما يلمسهاش يعدي من عليها تروح اللي غيلان شعلالي يسندها بحنية ورفق لخزري اللي تحرك في المساحة الفاضية وحطها بيمينه على شمال الحارس كتالوج طابلو هدف عظيم مدف جميل للدرجة اللي خلت منذر لكبير زي الشعر الابيض يتنطط زي الاطفال على الخط زي ما انا عملت بصراحة عطى سقف اقول برافو شابو جميل حلو قوي 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 يعني جملة مابنشوفش جمل كتير في البطولة دي كلها جرية والتخبيط وقلمة نلاقي حاجة فيها تيكنيكل وكل حاجة كده تكون ايه حاجة بريحة الحبايب كده نقلة والتانية وتحرك ثم فينش ممتاز من وهب الخزري يسجل التالت ويقتل المباراة كلينيكيا يا دوب قلت بتمام اخش اعمل كوب بيت الشاي وارجع وانا في السكة بعمل كوب بيت الشاي الرابع دخل حمزة المسلوسي اسف مش حمزة المسلوسي سيف الدلش زيري اللي اتنين يعني بلعبوا في الزمالك مفرقتش كتير يعني سيف الدلش زيري اللي طالبنا بانه يكون موجود في المنتخب التونسي الرجل اللي كان هداف البطولة العربية اللي يمسجل مع الزمالك والدنيا مشت معايا جماعة هي الكورة كده يقولك دايما المكسب بيجيب مكسب والهداف بيجيبوا الملعب وكل ما بيقرب من الشبكة ويتصحبوا على بعض هيحبوا بعض وهتمشي معاه محزوز مش محزوز بيت مركز صح مش موالي خالص مش قصتي الراجل بيروح الجول بيجيب يبقى يلعب لما تيجي تقارنه باي حد من اللي لعبه في المنطقة الهجومية للمنتخب التونسي سليتي مجبري الخزري الخوي مفيش ولا واحد فيهم يتقارن بسيف الدين الجزيري في حتة اللعب على المرمى انه يقطع من ولا المدافعين يبقى غلز بلغة الكورة يعني في كل كورة رايح على المدافع يعرف يقطع قبله ويلتحم يلعب براسه كويس لا طبعا الفرق كبير سيبك من قيمة سيف الدين الجزيري لو قارنت بمهاجمين تانيين في القرى او برا القرى هيبقى قيمته عاملة ازاي قدامهم بلش دعوة انا هنا بقارنه بالموجود وبقارن بالمتاح الولد لما يلعب في الحتة دي هو حوالي العيبة زي المساكني لما ينزل المجبري لما يرجع السليتي لما ينضم الخزري لما يفوق الخوي لما يلعب هيظهر وهيفوق وهتشوف منه كورة وهتشوف منه جوال زي ما عمل في البطولة العربية وزي ما عمل النهاردة راحت للخزري اللي بعد ما سجل هدف قرر يعمل اسست ويبقى جاي بجول واتنين واسست عشان يبقى اعتقد انه ما نفزه ماتش النهاردة يسند الكورة ليه سيف الدين لشزيري اللي شاف الشبكة صاحبته سلم عليها بجول الموضوع بسيط مش محتاج تأليف الرسالة اللي انا بقولها مش محتاج تأليف دي رايحة مني لكيروش وراحة مني لمنزر الجبير السهل دي اسمها ساعة ده تيشرت دي كاميرا ده لايك لازم تعمله دلوقتي اعمل السهل الموضوع بفوش كالكعة السهل انا قلت طلبت منك حاجة صحبة ولا حاجة اعمل السهل الدنيا تمشي تغييرات بقى بعد كده تبدأ الدنيا تفك نشوف لمساكني نشوف الغالي محمد علي بالرمضان بينزل الراجل كان قرب يسجل ولكن حارس مرمى منتخب موريتانيا قرر انه يتقلق ويمنع محمد علي بالرمضان من التسجيل ولكن لازم برضو تيجي حاجة كده في الاخر تخلي الناس تركز وتقول يا جماعة يا اخوانا ليه ما يبقاش خمسة بدل اربعة ليه شغل العرب ده يا ابني زاب وديجوان ضربة جزاء تحتسب للمنتخب التنسي ويمسك الكورة النمس يوسف لمساكني ويحط الكورة يرجع خطوة واتنين وتلاتة ويكرر انه يجرع الكورة وينطلق وهب يشطها واضيع للمبارات تانية على التوالي المنتخب التنسي بيضيع ويهدر ضربة جزاء قدام الفريق اللي بيلعبوا في المباراة الاولانية كانت القورة مهمة جدا لانه كانت نقطة التعادل او هدف التعادل اما المرة دي كان هيبقى الهدف الخامس لكن ليه لأ يا ابني ليه يا حبيبي ليه ما تجيبهاش ليه ما يبقاش بدل الاربعة خمسة وتخض اللي هتلعبه بعد كده وارقامك في البطولة تزيد وهو تاريخ وبيتكتب مين عارف بكرة وبعده ايه اللي فيها ايه اللي في الدنيا سجل لنفسك تاريخ في البطولة بارقام ليه لأ لكن ما علينا يمكن يكون درس ومستفاد وتيجي بعد كده ضربة جزاء للمنتخب التونسي في نهاء البطولة يا سيدي ليه لأ لا يلعبها الخزري ولا يلعبها الامساكن معلول خلوا معلول يشوت اسمعوا الكلام يا ولاد اسمعوا الكلام يا ولاد علي معلول رجله ماشي بيلعبها في النادي الاهلي وبيلعبها في السفاكسل لما كان موجود والدنيا ماشي زال فل اه ادوا المعلول اسمعوا الكلام يعني في انتظار رجوع المصابين للمنتخب التونسي تاني ديلان برون سليتي دراجر طبعا اللي اتكلمت عليه مرة واثنين وثلاثة وقلت انه وجوده هيبقى قوي جدا لكن لسه لغاية اللي احزا اللي احنا فيها ملوش نصيف في المشاركة فان شاء الله يرجع بالسلامة ويرجع الولاد كلهم بالسلامة ان شاء الله قبل ما اخلص الكلام على الفيديو ده لازم نتكلم عن المفاجأة اللي حصلت النهاردة المفاجأة اللي حصلت النهاردة وهي اولا ان السيراليون تتعادل مع المنتخب الافواري اتنين اتنين وكلنا عارفين قصة السيراليونيين اللي لم يشاركوا في البطولة من سنة ستة وتسعين ودي مشاركتهم الاولى بعد كام سنة كام سنة وشفنا قبل ما يوصلوا البطولة او قبل حتى ما يروحوا يسافروا للكاميرون استقبال اهليهم ليهم وهم مسافرين او توضعهم ليهم وهم مسافرين اللي درقت الركوع على الارض وتقبيل ارجل اللاعبين طلبا منهم في تأدية مباراة كبيرة وتشرفهم لبلادهم وكمان راحوا عن طريق البر والبحر وقطعوا اكتر من الفين كيلو متر سفر من سيراليون للكاميرون نظرا لضعف الامكانيات وان الخزنة السيراليونية فضية ويوصلوا للكاميرون يلعبوا المباراة الاولانية قدام الجزائر بطل حامل اللقب والمرشح الاول للبطولة ويتعادلوا معاه ثم يلعبوا كودفور فرقة من المصنفين في افريقيا وبعد ما يكونوا مغلوبين واحد سفر يتعادلوا واحد واحد ثم بعد ما يبقوا مغلوبين اتنين واحد يتعادلوا اتنين اتنين في بلاس تسعين في الدي اربعة وتسعين او خمسة وتسعين لا احنا بنتكلم قدام حاجة بتخليك تقول لاجل تلك اللحظات تلعب كرة القدم مليون مليون فرحة للفرق الصغيرة لزاي كده مش هوقف كلام عنده هنا وقلضم او اوصل الكلمتين ببعض لاجل هؤلاء تلعب كرة القدم غينيا الاستوائية بتلعب المنتخب الجزائري تاني المرشح الاول للقب قبل بداية المجموعة قبل بداية البطولة الجزائر بنجومها الكبار ريس مبلحي جمال بالعمري عيسى يوسف عطال رامي بن سبعيني بن ناصر بن دبكة بغداد بلايلي فيجولي بنتكلم عن طبعا رياض محرس 11 لعب كل واحد يوم يشيل فرقة كل واحد يوم يشيل فرقة يعني مش عايزة بالغ لو قلت ان سعر واحد من لعبة الجزائر بقيمة القيمة بتاعات غينيا لكن تلاقي نفسك قدام فرقة بتموت نفسها زي المنتخب الغينيا عشان ما يجيش فيها جون سوق الحظ يمكن يكون مرافق المنتخب الجزائري شوية لكن تشعر ان في حاجة غلط في المنتخب الجزائري معرفش ايه هي هل الاحساس وصل للناس شوية انهم ممكن يكسبوا في اي لحظة فعشان كده ما يكسبوش مش مديني الناس حقها فعشان كده الكورة بتقرر تيديهم درس قوي وقاصي هل هو سوق التوفيق بس السبب معرفش لكن باقي حال من الاحوال المنتخب الجزائري واقع في مقزق كبير جدا جدا المنتخب الجزائري نقطة من مباراتين ومباراته التالتة قدام كودفور قدام كودفور يمكن يمكن كورة كودفور تساعد الجزائر على انها تتقلق لان كودفور مش هتوقف ورا مش هتفضل تدافع من 11 اللعيب من منتظرها الهجمة المرتدة الافوريين بزاهة وكيسي يمكن يكون عندهم نهج مختلف غير الوقوف ورا وهيهجم ويسيبوا مسحات للمنتخب الجزائري اللي محتاج الكلام ده كويس يمكن يمكن لكن مفاجأة كبيرة جدا عملتها غينيا الاستوائية بينهم يفضلوا ند وفريق واقف راس براس قدام المنتخب الجزائري الكبير لغاية الديئة بحاجة وسبعين كرة عرضية تتلعب بدون صاحب لغاية ما توصل للعب المنتخب الغيني في قلب التمنتاشر في قلب الستيار ده وحطها في المرمى ولكا في الفرحة اللي كانت في وش الولد اللي سجل الهدف وهو بيبكي وهو بيجري يعني انت تخيل اللحظة اللي اللعب سجل فيها الهدف لللاحظة اللي الكاميرا اللي قطيته هو بيعاية دي ادوب سانيتين بس عيونه دمعت وفرحة اللعب الغينيين وهما بيجروا على الولد اللي جاي بالجنب يخليك تقول تاني لاجل تلك اللحظات تلعب كرة القدم رغم انها قصية على الاخوة الجزائريين لكنها الكرة الكرة دروس الكرة دروس ودايما بتدي للي بيتعب وبيكتهد مش معنى كده ان المنتخب الجزائري ما اكتهدش لكن معنى كده ان المنتخب الغيني اكتهد اكتر جدا 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 والكرة ممكن في احيان تكون مش منصفة لكن دروسها عبر عبر يعني انا الحقيقة مش قادر اقول ان انا مزعلان على الرقم القياسي اللي اتكسر وكان فرقة عربية ممكن تستمر فيه ويكتب باسمها لكن في نفس الوقت مش قادر اخب فرحاتي بان فرقة زي المنتخب الغيني اللي فعلا اه الكرة الكرة دروس وعبر يعني تخلي تخلي الناس اللي ما بتحبش الكرة لو شافت اللحظات اللي زي كده تفرح بتأثير الكرة على الناس يعني واربعة تلت بطولات واربعة لكن ما قدرتش انها توصل للرقم ده منتخب الجزائري خمسة وتلاتين مباراة بدون هزيمة رقم كبير جدا جماعة الناس ما شاء الله من زمان ما تغلبوش دخلين في صنعتين ووص وده ما بيحصلش كتير وما بيتكررش كتير فهارد لك للمنتخب الجزائري مبروك طبعا للمنتخب الغيني والمنتخب السيراليوني وطبعا البابا بتاع اليوم النهار ده المنتخب التونسي اللي بيقرب خطوة كمان من التأهل الرسمي للدور اللي بعده ولغاية ما نشوف هيلعبوا مين يعني المنتخب مصر بعد ما تكلم تارجت انه يلاعب اما الجزائر اما هكود افوار دلوقتي بقينا بنتكلم ان المنتخب السيراليوني لو كسب المباراة اللي جاية والمنتخب الجزائري جيفاز على المنتخب الافواري فحنا بنتكلم ان المنتخب السيراليوني هيبقى اول مجموعة ويلعب مصر الموضوع غريب حقيقي يعني غريب هو خلاص اللي بقى مؤكد دلوقتي انه مصر والجزائر مش هيلعبوا بعض لان اقصى شيء ممكن يوصله المنتخب الجزائري في مجموعة تهوى تاني المجموعة واقصى شيء ممكن يوصل للمنتخب المصر في مجموعة تهوى تاني المجموعة فشكرا خلاص يعني الاتنين مش هيلعبه بعد فمصري اما هتلاعب سيراليون اما هتلاعب كودفور فهنشوف القصة ماشية ازاي. نقولها تاني مليون مبروك مؤقتة للمنتخب التونسي. هارد الاقل للمنتخب الجزائري جدا يعني. انا مقدر الحزن اللي عندهم لانه مضاصع بجدا. جدا يعني لهذه ما مش متوقعة. اقصى شيء كان ممكن الواحد يتكلم فيه في انه يشوف المنتخب الجزائري واع في مازق في مازق انه يكون عنده نقطة من ست نقطة. غريبة وعجيبة وربنا معاهم في المباراة المباراة اللي جاية. مصر عنده السودان. المغرب خلاص بالسلامة شرخ وعدة. تونس عنده آآ جامبية مباراة صعبة. آآ لكن شايف ان المنتخب التونسي خلاص بالنسبة كبيرة برضو تأهل لان فيه توالد زي ما انتم عارفين. المنتخب الجزائري صدق او لا تصدق مهدد بالخروج بالبطولة كرابع للمجموعة. صدق او لا تصدق. صدق او لا تصدق. هي الكورة. هي الكورة. لو وصلتوا الاخر الفيديو ما تنساش تبقى تعملي لايك. تعملي سابس كرايب في القناة. وتبقى تكتب لي في الكومنتات تحت رأيك. لو في حاجة عاوزين نقولها. في حاجة عاوزين نتكلم فيها. معلومة غلط قلتها يا رب ما يكون فيه معلومات غلط قلتها. شوفوا الشكل من شاء الله على خير. نورتوني وشرفتوني. السلام عليكم.